بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة عدن مع باعة الصليب الأحمر الجوالي لدى اليمن الوضع الإنساني وسبل تعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والوزارة ورحب وزير الدفاع برئيس المنظمة جديد ديفاني ماريت مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات من أجل عمل المنظمة في مختلف المناطق المحررة كما أشر إلى معاناة الأسرى في سجون ميليشيا الحوث الإرهابية داعياً إلى تفقد أوضاعهم خاصة الأربع المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي من جهتهما ثمنت بعثة الصليب الأحمر تعاون وزارة الدفاع مع المنظمة وتسهيل مهامها مؤكدة استمرار التعاون الإنساني بين المنظمة ووزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر